عقد اليوم في الدوحة اجتماع وكلاء وزراء الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك تمهيدا لاجتماع الوزاري الذي سيعقد الأربعاء القادم والذي يناقش آخر المسجدات والتحييات والتحديات الإعلامية بدول المنطقة افتتح صباح الاثنين بالدوحة اجتماع أصحاب السعادة وكلاء وزارات الإعلام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي سيعقد يوم الأربعاء القادم تم مناقشة العديد من المواضيع الإعلامية المشتركة خاصة التي تؤدي إلى تعزيز الرسالة الإعلامية الخليجية وتعزيز مفهوم المواطنة الإعلامية الخليجية فكان من ضمنها تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الإعلامية الخليجية التي وضعت من أجل وصول إلى صيغة إعلامية مشتركة لدفع في اتجاه القضايا الخليجية وكذلك مناقشة بعض المواضيع التي مرفعها من اللجان المختص كالتلفزيون والتعاون الإذاعي ومؤسسة البرامج المشتركة ينعقد الاجتماع الثالث والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل تحديات إعلامية بالغة الأهمية والتحول الواضح في وسائل الإعلام وظهور ما يعرف بالإعلام الجديد ظهور الإعلام الجديد على الساحة المحلية في دول مجلس التعاون هو يؤدي إلى التفكير مجددا في تعزيز وتوحيد هذه الرسالة الإعلامية التواصل الاجتماعي وظهور الأدوات الجديدة في الإعلام وسرعتها وتناقلها يؤدي بالتالي كذلك إلى تعزيز العمل المشترك وكيفية بناء الرسالة الإعلامية الموحدة الخليجية وعلى هامش الاجتماعات جاء افتتاح المعرب الإعلامي المصاحب والذي عبر من خلال الأجنحة المشاركة عن مختلف مراحل تطور وسائل الإعلام يشهد العالم اليوم تطورا كبيرا وانتشارا واسعا لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها الأمر الذي يستدعي تحديث الاستراتيجيات الإعلامية لدول المنطقة لمواكبة هذا التطور وخاصة ما يسمى بالإعلام الجديد مسعود عبدالهادي تلفزيون دولة الكويت الدوحة ترجمة نانسي قنقر